نفى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وجود خطة أممية جديدة لإنهاء النزاع في اليمن مشيرا إلى أن المعلومات التي وردت بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة وقال ولد الشيخ في تصريح النشرته اليوم صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن المحادثات التي جرت في الكويت تعد أساسا لكل الحلول المقبلة اللازمة أو للأزمة معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى حل للأزمة القائمة في اليمن وأوضح ولد الشيخ أنه التقى مسؤولين في الحكومة الشرعية واستمع إلى ملاحظتها إزاء التفاصيل المتعلقة بمؤسسة الرئاسة التي تضمنتها خريطة الطريق المقدمة من قبله مؤكدا إمكانية طرح حلول عدة لهذا الموضوع وفي الشأن المتعلق بتعاطي الانقلابيين مع مقترحات الحلقة لولد الشيخ أن الحوثي والمخلوع لم يتعامل بعد بالشكل المطلوب وقال يجب على الحوثي والمخلوع أن يقدم التنازلات ولا يمكن لأي ميليشيا أو سلطة خارج إطار الدولة أن تحمل السلاح اشتركوا في القناة